السلام عليكم معكم احمد حتاحي بالفيديو اليوم هنتعلم كيف نعمل شروط لإدخال البيانات ضمن الخلايا اللي هي Data Validation نروح لصفحة المصروفات عندي ضمن جدول المصروفات عندي الأوت حصراً أرقام بيكون طبعا بعده عملنا لهي الخلية Dropdown List فحنعمل Data Validation جديدة هي انه نحدد خيار إدخال قديش صرفنا حصراً رقام بيكون هحدد الرانج اللي بدي أعمل عليه Data Validation بحس يتطبق الشرط اللي هحطه على كل خلية موجودة اكبس ضمن الكيبورد ALT بيظهر لي خيارات ضمن Excel اللو ضمن قائمة Data اللي هي A Data Validation جاية V بحط Data Validation V تانية ظهرت لي أو ممكن خيار سريع ALT DL هلا بيختار أن هذا الرانج لازم يكون حصراً رقم Number فبحط له Whole Number بقول له Ignore blanks ما في مشكلة تركه فاضي إذا في فاضي هلا بيطلعنا الخيارات بالنسبة لل Number إما Between يعني لازم يكون رقم حصراً بين بحدد رقم أصغر و رقم أكبر بحيث حصراً رقم يكون بيناتهم أو لازم ما يكون بيناتهم Not Between أو يكون يساوي هالرقم اللي هحطه هون سأن يساوي الصفر يعني ما بصير تدخل لا أكثر من الصفر ولا أكثر من الصفر أو Not Equal To يعني لازم تدخل شو ما بدك إلا الصفر أو أكبر من اللي هي Greater Than أصغر من Less Than Greater Than Or Equal To أكبر من أو يساوي Less Than Or Equal To أقل من أو يساوي أنا حالياً بدي أكبر من الصفر لأنه أبدخل مصروفاتي فGreater Than لازم يكون المين من يوم تبعه صفر ما بدي دائماً أكبر من الصفر ما في أقل من الصفر هلا Input Message ما هخليه فاضي والإرار هخليه فاضي هقل أوكي اتطبق الشرط هاجي هون دخل 50 20 1 0 ما بصير طيب ناقص 2 ما بصير تعدنا على الحدود اللي حطيناها للخلية فبالحالة حددنا أنه لازم هون نحط حصر الأرقام طيب نجيه على التاريخ نحدد قائمة التاريخ ونقل له أعد DL نروح على setting نحط date حيكون date بين شو وبين شو هزا حاط مصريف شهرية فيك تقول له أنه بين واحد واحد و آخر شهر واحد واحد ثلاثين واحد وفيك تقول له أنه يكون أكبر من هلا نحط التاريخ نجي لهون نقول له واحد واحد 2016 حيكون اللي ما بصير أحطينا greater than or equal to فلازم نحط أحطينا greater than بدون equal to نجي نحدد مرة تاني range data validation أو greater than or equal to أوكي حق فون الواحد واحد 2016 مع أنه أنا بسنة 2016 فساركت السنة غير موجودة هو تلقائيا بضيفة وقبل التاريخ طب نجرب 31 12 2015 ما بصير قبل بيوم مع أنه بس خالص نحنا محددين الخلية نجرب أي تاريخ وهو تاريخ اليوم ما في مشكلة هيا قمنا بتحديد الخلية أنه يدخل بس تاريخ طب لنشوف البيان البيانة عبارة عن كتابة أنا بضيفها كيف فيني أحدد فيها طبعا فيني أحدد إنه يكون كتابة ويكون عدد الأحرف أنا أحدد عدد الأحرف حدد range alt avv هاي الإختصار الثاني لل data validation بختار شي اسمه text length هقل لي between شو وشو أخي أنا ما بدي يكون أكثر من 50 حرف بالخلية وأقل من ما بدي أقل من ثلاثة حرف حلو طبعا input error ما أعمل له نصح بحط setting أوكي هلاص تم التحديد هلا حنجرب أنا أكثر من 50 حرف فحنقول أول شو حنجرب أقل من ثلاثة حرفين ما بصير طيب ثلاثة حروف بصير ليش نحطينا between فبتوين بياخد إنه أكبر من ثلاثة بس قد يساوي ثلاثة وأقل من خمسين بس قد يساوي خمسين هلحنجرب عدد حروف عالي عن طريق دالة اسمه repeat يعني مبدأ repeat التكست شو هيكون هحط ضمن code هحط التكست حرف A فاصلة عدد تكرارات بدي إياه 51 حرف A دي كره 51 مرة enter ما بصير ليش؟ لأنه أكثر من 50 نحرف طب حقل له reiterate أرجع أضغط ساوي 50 enter فعلا كره إياه 50 مرة وهاد شي كثير ضريف هلأ انطرق شوية عدالة repeat repeat يساوي repeat هاي الدالة بتحط لها تكست إما بتعينه ضمن خلية مثل كلمة مواصلات فاصلة عدد تكراراتها مثلا ثلاث مرات بدي يكرر enter مواصلات 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 بدون فراغات هي بس تتكرر فلأن لو حاطت space enter حالي المواصلات صار في بيناتهم space يعني حاطت space حشيل space برجعن في المكان بس أنا شطوني حطيتها ضمن كوت هاي الكوت أثناء إدخال المعادلات بإكسل فأحيانا نحن نقول له أنه النص مو موجود بخلية أنا أبدأ أصنع نص فمثلا بحطه ضمن كوت وقتها فأنا أكتب معادلة بحطه ضمن كوت هحط مثلا حرف الالكن تحطه حرف البي حرف السي بسكر الكوت فاصلة ثلاثة حالي عيون جنب بعض طبعا عملت F2 رحت عالسي كبست space هيكون نظام الشغل فأي تكست أنا بدي أكتبه مو موجود ضمن خلية بقلب معادلة بحطه ضمن الكوت هاي وبأي معادلة عاد الشيشة غالده من أكسل delete نرجع لل data validation فعلنا طبعا خيارات تانية بال data validation هي any value نقعنا ال whole number نقعنا ال date نقعنا ال text length واخترنا قبل هلا list هلا بقي عندي decimal وبقي عندي time وهدول تقريبا ما حطعتها زغون بس مبدأ عمله نفس المبدأ اللي تكلمنا عنه الشي التالي اللي هنتكلم عنه هي input message والerror alert لو أنا لغيت error alert فشو بصير؟ هاجوكم شو بصير هحدد هادو range input value error alert end check وكبس اوكي الحالي احنا محددينه أكبر من صفر يكون حتى صفر غير مقبول كبست صفر حلاقية فات بس ناقص 2 حلاقية نزال ناقص 3 حلاقية نزال لو خلص انا قمت له انه ما عد في error يعني بعد شو ما بدك بس هو يعني تحديد تحديد انه اكبر من صفر بس انه ما في error يعني شو ما دخلت ما في مشكلة فبالحالك انه ما صار في data validation ايه فعلا كأنه لغينا كأنه لغينا وجودة يعني فغالبا الناس بتخلي ال error alert شانه مقيدين الادخال فهي شغلة كتير مهمة ننتبه عليها أثناء الادخالات هلا في شغلة تاني انه انا بحدد انه افترض انه هاد السطور ما دخلت علي data validation كبس data validation تلو setting any value ليش طلع علي ال error انه data validation بالout غير النوع غير البيان غير التاريخ فقال لي انه لأ انت دخلت عدد data validation هات بقى البعض تلو ما في مشكلة فتحتهم رأسا عاطيني بال setting any value ليش انه بالنسبة له فاط بالحيط فرجعهم لل default هاضغط اوكي هلا صار هادول any value هادول محددين طبعا هادول كله الباقي محدد اعمل التحديد من هون لهون ضمن خيار data validation لش انك بس سهم له صغير شو بقل له بقل له circle invalid data وبقل له clear validation circles شو هي يعني انا اذا كنت عامل هون مثلا خمسين عامل المواصلات ناقص ستة هلو لغيت error كبس ناقص ستة هون هيك على ما رأي حددت الرنج وتلو circle هاللي هون في خطأ انه انت مدخل بيانات خطأ متفعنا انه هون ازا امنى error اطلع في اخطاء فهون عبيل لي انت اخيد data validation اللي حاطة ضمن الخلية مو مطبع احكام على الخلية هون فبالحالة بكتشف ازا ال error انا شايلو كاتب خطأ بالحالة بكتشف انه في اخطاء ضمن كتابتي بس ما فيني اكتشف ازا مو موجود data validation بالخلية مثل هون المثال هاد طب كيف ديم هاي السيركل الحمره بكبس على سامرة تانية clear وهك برجع تمام هلغط delete هعمل copy لهذا الفصل اللي تاخد ومحي فالحالة تطبع data validation عن طريق لما نسخ الخلية من هون لهون اكسل طبق data validation هادغط على القائمة فعلا روح على setting لقي text links فعلا بين 53 وخمسين نفسشي بالنسبة للارقام لقي greater than 0 وهي كانت قائمة data validation لاغلب المحاسبين والناس اللي بيستخدموا ال data entry كتير بيعطوها مثل تامبلتشاني ادخلوا عليه وبيحددو لهم ياشان ما يخربتو لانه هاي الطريقة تقريبا بتخلي انكانيات الخطأ قليلة كتير يعني السلام عليكم